كباب أدنى التركي أو الكفتة التركية من أشهر الأكلات التركية الموجودة في العالم وكمان من ألزها جربوها بالطريقة دي طعمها حلوة جدا والطريقة سهلة جدا وكمان هتعجبكم جدا يعتبر كباب أدنى من أشهر المأكولات التركية وكمان من أطعامها وألزها أول حاجة معنا ثلاث حبيات فلفل الفلفل الأحمر من الأساس في كباب أدنى يعني لازم يكون موجود فلفل أحمر سواء فلفل أحمر بارد أو زي ده الفلفل ده مش حرق أو يدوبه بس في سنة حرقان صغيرة هنقطع الفلفل وهنحطه في الكبة وهنضيف عليه فصين توم مفرومين وكمان هنضيف عليه نصف معلقة صغيرة من الملح وهنفرومهم في الكبة كويس جدا بعد كده هنحطهم في مصفى وهنسيبهم خمس دقايق يصفوا الماء زيادة اللي فيهم وفي نفس الكبة هنفروم فيها خمسين جرام من الدهن الخمسين جرام ده لنص كيلو لحمة طبعا لو اللحمة زيادة بتزودي كمية الدهن وبعد كده بنضيف الدهن على اللحمة وكمان بنضيف الفلفل بعد ما صفى ميته كلها لازم الفلفل ما يكونش فيه اي سوائل خالص عشان الكفتة ما تتريش ولا تفك وهي بتستوي في الفرن هنصفيه كده من المياه بعد كده هنضيف الفلفل على اللحمة والمية دي هنركنها على جنب هنحتاجها بعدين بعد كده هنضيف التوابل توابلها بسيطة جدا معنا معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين صغيرين من البابريكا اللي الكفتة التركية او كباب ادنى بيتميز باللون الاحمر عشان كده بيضيفوا البابريكا وكمان هنضيف نص معلقة من البهارات السبعة وممكن نستغنى عن البهارات السبعة ونضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وهنضيف كمان نص حزمة من الكسبرة الخضرة ودي مختلفة عن الكفتة بتاعتنا لان الكفتة بتاعتنا بنضيف عليها بقدونس مش كسبرة فخلي بالكو وفي نقطة اختيارية اننا ممكن نضيف ربع معلقة صغيرة من البيكربوناتو وممكن نستغنى عن الاضافة دي بس البيكربوناتو بيخليها هشة شوية مش مكتومة بعد كده نعجل المكونات دي مع بعض كويس ونقلبهم كويس جدا مع بعض ونغطي الحاجة اللي فيها اللحمة وندخلها التلاجة لمدة ساعة لازم عجينة الكفتة ترتاح في التلاجة لمدة ساعة عشان ما نحطها على السيخ ما تفكش من السيخ وتقع منه دي نقطة مهمة جدا لازم تاخدوا بالكو منها بعد كده هنجيب مجموعة من الخضروات معانا بطاطس وفلفل وبصل وممكن كمان تزوده طماطم وممكن كمان تزوده كوسة وممكن كمان جزر اي خضار ينفع يتحط تحت الكفتة استخدموه او اي خضار موجود عندكم استخدموه بعد كده بنقطع الخضار صوابع تخينة بالشكل ده انا بكده قطعت البطاطس الفلفل كمان هقطعه بنفس الطريقة وكمان البصل هقطعه بنفس الطريقة والتقطيع بيكون تخين شوية مش رفيع بنشيل البزور اللي موجودة جوه الفلفل بعد كده نقطعه شرايح زي ما انتو شايفين كده ولو حابين تقطعوها دوائر قطعوها بس يعني الشرايح تكون تخينة شوية مش رفيعه وبرضو هنقطع البصل بنفس الطريقة نقسم البصل كده نصين ونشيل الجزء اللي في النص ده ونقطعها شرايح بالسكينة شرايح تخينه شوية بالشكل اللي انتو شايفينه ده دلوقتي بقى هنضيف التوابل اللي هتخليكوا تاكلوا الخضروات دي قبل الكفتة هنضيف معلها صغيرة من الملح ومعلها صغيرة من البهارات السبعة وممكن تستغنوا عنها وتضيفوا نص معلها صغيرة من الفلفل الاسود وكمان معلها صغيرة من البابريكا وكمان شوية زيت ونقلب المكونات دي مع التوابل كويس جدا ونفردهم في الصغ لازم تقلبوها مع التوابل كويس جدا لان الخضار طعمه بيظهر مع التوابل لو مش عليها توابل طعمه هيبقى بش حلو خالص فلازم تقلبوها كويس جدا وتفردوها كده في الصغ بالشكل ده وتضيفوا عليها كباية من المياه عشان متنشفش في الفرن وانتو بتسوي الكفتة ممكن نستخدم شبكة زي كده نرص عليها الكفتة وممكن كمان نرص الكفتة على الخضار مباشرة الطرقتين ينفعوا ما فهمش اي مشكلة خالص هنحط شبكة كده على الساق زي ما انتو شايفين كده وممكن كمان تستخدموا الشبكة الكبيرة بتاعة الفرن العادية وهنجيب المياه بتاعة الفلفل نحط فيها ادينا بالشكل ده بعد كده نجيب قطعة من اللحمة بتاعة الكفتة كورة كبيرة زي ما انتو شايفين كده بحجم البرطقانة الصغيرة وندخل السيخ فيها من الجنب بالشكل ده ونصبع عليه الكفتة بالطريقة اللي انتو شايفينها دي نفرد فيها بقدين على السيخ بالشكل ده شايفين الكفتة متماسكة جدا وما بتقعش من السيخ خالص وسهلة جدا في الفرد وده لاننا حطناها في الفريزر تتشمع او تتماسك مع بعضها ومع الدهن اللي فيها بعد كده نعمل كده بقدين على الكفتة بعد كده نشدها الفوق من السيخ ونخرجها منه ونحطها على الشبكة على طول وما تخافوش ولا هتفك منه ولا حاجة وممكن كمان تحطوها على الخضار زي ما قلتلكم بعد كده بقى نعمل بقى الكمية بنفس الطريقة وبعد ما نخلص بفرشة هناخد من مية الفلفل دي وندهن بيها الكفتة من فوق بالشكل ده مية الفلفل دي بتدي الكفتة لون رهيب وكمان طعم جميل جدا بعد كده هناخد الصاج ده وندخلوا الفرن في الرف الأخير خالص القريب من النار ونشغل الفرن على أعلى درجة حرارة وطبعا بنكون مستخنين الفرن قبل الكفتة متدخله يعني الكفتة بتدخل فرن سخن مش فرن بارد وانسيبها لحد ما تستوي خالص هي بتاخد في الفرن حوالي ساعة لربعة وخدوا بالكوا عشان المية اللي في الخضار ما تنشفش لو محتاجة تزودوها بين فترة والتانية زودوها ومش لازم تشغلوا عليها الشوية يعني هي بتحمر كده لوحدها بدون شوية بس لو احتاجتوا تشغلوا الشوية شوية شغلوها شايفين متماسكة جدا وشكلها حلوي جدا وكمان طرية وجميلة جدا جدا فعلا من أطعم أنواع الكفتة اللي كلتها في حياتي وكمان من جوه شكلها جميل جدا اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديدة وما تنسوش تشوفوا وصفات اللي فاتت انا واسكة انها هتعجبكم جدا هحطولكوا لينكاتها في الوصف تحت الفيديو ده مثلا عملت الدجاج التندوري بدون استخدام الفرن سويته في الطاصعة البتجاز من فوق سريع جدا وكمان طعمه جميل جدا وكمان عملت بسكويت ايس كريم مكوناته بسيطة جدا يا بنات وكمان طعمه جميل جدا وكمان سهل وسريع والاولاد هيحبوه جدا ويطلبوه منكو دايما وكمان موفر وكمان عملت السجوء باللحمة المفرومة بدون هنك وبدون منبار عملت السجوء بطريقتين وبعجينة واحدة او بمكونات واحدة عملت اسكندراني زي ما انتو شايفين كده وعملته بالطريقة التقليدية اللي كلنا نعرفها زي كده وكمان سويته بطريقة ما يفوقش ولا يتهري مني خالص شوفوا الفيديوهات دي انا واسقة انها هتعجبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا